يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الخامسة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك مر الكلام في مرحلة الإرهاصات ومرحلة العلامات الحتمية ومرحلة مقدمات الظهور كل ذلك كان بنحو إجمالي عرضت المطالب بإيجاز وبأسلوب مقتضب لا لأنني أريد أن أقلل من أهمية هذه الموضوعات هذه الموضوعات موضوعات مهمة جدا وضرورية جدا لمن يريد أن يعرف إمام زمانه هذه الموضوعات جزء مهم من شؤونات إمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وقد تحدثت عن هذه الموضوعات كثيرا وكررت المرور عليها تارة بتفصيل وإطناب وأخرى بإجمال وإيجاز في برامج السابقة والتي تبث على هذه الشاشة وتتوفر على منصاتنا الألكترونية في الشبكة العنكبوتية أوجزت الكلام بخصوص هذه العناوين لأن العناوين هذه تقع في حاشية البانوراما التي أقدمها في هذا البرنامج مركز البانوراما الظهور المهدوي نفسه هذه العناوين وإن كانت مهمة لكنها تقع في إطار البانوراما وتقع في حاشيتها فالبانوراما التي أعرضها في هذا البرنامج تتركز على موضوع عميق وعميق جدا إنه ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما حدثتنا آيات القرآن قطعا بتفسيرهم بتفسير العترة الطاهرة ومثلما حدثتنا رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم قطعا بحسب تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الحلقة سأضع بين أيديكم خارطة وبإجمال وإجاز لأجل أن يكتمل الموضوع ولأجل أن تكون البانوراما مجتملة على كل المعطيات التي ترتبط بمركزها وبأصل موضوعها سأضع بين أيديكم خارطة هذه الخارطة تنقلنا إلى الأجواء العامة في منطقة الظهور أو في سائر أنحاء الأرض والتي ستجري الإرهاصات والعلامات الحتمية ومقدمات الظهور في أجوائها ضمن هذه الأجواء المطالب التي سأتحدث عنها سأتحدث عنها بنحو إجمالي وسأقرأ من النصوص ما يرتبط بالموضوع فقط من دون التفاصيل وإذا أراد أحد أن يطلع على التفاصيل فإنني قد تحدثت عن هذه الموضوعات في برامج المختلفة السابقة إذن حلقتنا هذه خارطة إجمالية للأجواء التي ستجري فيها وتقع فيها الإرهاصات والعلائم الحتمية ومقدمات الظهور لقطات سريعة من هنا ومن هناك ما بين الآيات والأحادي سورة سورة الإسراء إنها الآية الرابعة بعد البسملة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لن أقرأ بقية الآيات لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع إنها إشارات سريعة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين آية ملئت بالتأكيد من أولها إلى آخرها وبالتحقيق لا بد أن يتحقق هذا الأمر وقضينا قضاء إلهي فهل يتأخر القضاء الإلهي وقضينا وهذا القضاء في الكتاب في كتاب التكوين هذا الكتاب كتاب التكوين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إذا ما كان في كتبهم التدوينية الإسرائيلية من شيء بهذا الخصوص إنه صدا صدا لما جرى به القضاء في كتاب التكوين الآية تتحدث عن كتاب التكوين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أمر قضائي نهائي وجرى رسمه والقضاء به وإثباته في كتاب التكوين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لام التوكيد التي تسبق الفعل لا تفسدن في الأرض مرتين ونون التوكيد المثقلة المشددة في آخر الفعل إذن هذا الحدث حدث الإفساد الذي تحدث عنه الفعل المضارع وهو فعل استمراري لما سيأتي في قادم الأيام يبدأ من حاضرها ويستمر إلى قادمها الفعل المضارع في لغة العرب فعل الحاضر والمستقبل يبدأ من الحاضر ويستمر إلى قادم الأيام حدث الإفساد مسبوق بلام التوكيد ومختوم بنون التوكيد المثقلة ونون التوكيد المثقلة عبارة عن توكيدين فهناك نون التوكيد المخفف توكيد واحد وهناك نون التوكيد المثقلة هي توكيدان قضاء رباني وكتاب تكويني كتب فيه هذا القضاء وحدث مسبوق بتوكيد ومختوم بتوكيدين وإنما ختم بتوكيدين لتأكيد وقوعه بنحو أكثر وأكثر وأكثر وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وماذا بعد ماذا تقول سورة الإسراء ولتعلن هناك لام التوكيد أيضا وأيضا نون التوكيد المثقلة أي تأكيد هذا في هذه الآية تأكيد غريب وهذا العلو تأكيد للفساد تأكيد معنوي بإمكان الآية أن تقول لتفسدن في الأرض مرتين وينتهي الكلام ولكن الآية تريد أن تؤكد تأكيدا لفظيا بتكرار لام التوكيد وبتكرار نون التوكيد المثقلة وتريد الآية أن تؤكد تأكيدا معنويا من أن الفساد سيصل إلى أشد مراتبه ولتعلن وماذا بعد علوا مفعول مطلق من نفس مادة الفعل لتأكيد الفعل حينما يأتي المفعول المطلق من نفس مادة الفعل يأتي لتأكيد حدث الفعل وهو أن الفساد سيصل إلى أشد درجاته وإلى أشد ما يمكن أن يتصور وماذا بعد علوا كبير وهذا وصف يؤكد تأكيدا معنويا ما جاء في المفعول المطلق علوا كبيرا الآية من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيها تأكيد بعد تأكيد وتأكيد فوق تأكيد غريبة هذه الآية في تأكيدها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّا المرة الثانية ها نحن نعيش أيامها في أيامنا هذه صار واضحا من أن العالم في كفة ومن أن إسرائيل في كفة أخرى كل الوقائع على الأرض تشير إلى هذا إسرائيل لا تعبأ بشيء وستعلو وتعلو العلو الكبير هو هذا لكن إسرائيل ستتمادى في علوها وليس لها إلا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه إسرائيل ستتمادى تتمادى في علوها قد يقول قائل من قال من أن إسرائيل تعيش المرة الثانية ربما هي تعيش المرة الأولى لأن الآية تحدثت عن مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين من قال بأن إسرائيل في المرة الثانية القرآن هو الذي يقول لست أنا في سورة الإسرائي نفسها في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة المرة الآخرة المرة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة هذا الحدث لم يقع في تأريخ بني إسرائيل وإنما وقع في بدايات القرن العشرين الميلادي إلى أن تأسست دولة إسرائيل سنة 1948 للميلاد إذا رجعنا إلى الآيات الأولى من سورة الإسراء في الآية الخامسة بعد البسملة فإذا جاء وعد أولاهما هذه المرة الأولى في الآية السابعة بعد البسملة فإذا جاء وعد الآخرة ما قالت السورة فإذا جاء وعد الثانية وعد الآخرة وضعت وضعت عنوانا خاصا هذا العنوان الخاص هو نفسه الذي جاء في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد فرعون وما جرى على فرعون وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض سكنوا الأرض وبعد هذه السكنة مرت السنون وكان الإفساد الأول الإفساد الثاني عبر عنه بالمرة الآخرة مثل ما جاء في أوائل سورة الإسراء وها هو التعبير والعنوان نفسه فإذا جاء وعد الآخرة الإفساد الثاني جئنا بكم لفيفة جئنا بكم لفيفة من الأماكن المختلفة من البلدان المتباينة وصف دقيق لتجمع اليهود في فلسطين في فلسطين في بدايات القرن العشرين في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي كيف تجمعوا شيئا فشيئا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة من كل مكان جمعناكم من كل مكان برنامج برنامج يتحقق أمام أعيننا لكننا لا نستشعر به الحقائق واضحة واضحة جدا لكن الناس تريد للأمور أن تتحرك بسرعة بعجلة الأمور تتحرك بعجلة ولكن بحسب قانون الرؤية النسبية إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بحسب الرؤية المهدوية فإن الأمور تجري بسرعة لكن بحسب الرؤية الترابية إنها رؤية ورؤيتكم ورؤية أمثالنا رؤية ترابية الرؤية النورية الرؤية الغيبية للأشياء هي الرؤية المهدوية إنهم يرونه بعيدا أنا وأنتم وأمثالنا رؤيتنا ترابية أما الرؤية المهدوية فإن الإمام يرى ذلك قريبا يرى ذلك قريبا ههو القرآن ههو القرآن يرسم لنا الصورة واضحة هذا قرآننا بين أيدينا يحدثنا عن هذه الواقعة وبنحو واضح وواضح جدا هذا العلو الإسرائيلي في جهة في فلسطين في الشام الكبير ففلسطين جزء من الشام الكبير وفي المشرق في إيران هناك قم والقميون الصادق يخبرنا إنني أقرأ عليكم من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة مئتين واثلاث الحديث الثانث والعشرون ستخلو الكوفة من المؤمنين ستخلو كوفة من المؤمنين هذه ترجمة عربية لنص فارسي قد ترجم نص الرواية في أصلها هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ستخلو الكوفة من المؤمنين المطبوع هنا ويأذر عنها العلم يأذر لا معنى له يأذر منها الإزار ما علاقة العلم بالإزار الصحيح ويأرز وليس ويأذر ويأرز عنها العلم ليس كما تأذر الحية الحية لا تتزر وإنما الحية تأرز في حالة سباتها تتجمع وتعيش سباتها ستخلو الكوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم الاستبدال إذا رجعنا إلى كتب المخالفين فإننا سنجد كما كبيرا من الروايات والأحاديث التي تخبرنا من أن الله سيستبدل العرب بالعجم وبالفرس تحديدا والروايات في كتب المخالفين كثيرة كثيرة ما هي بقليلة لا أريد الخوض في هذا الموضوع الآن لكن الذي يريد أن يتابع هذا الموضوع فإن كتب الحديث وكتب التفسير عند أتباع سقيفة بني ساعد مشحونة بالروايات والأحاديث المنقولة عن رسول الله بحسب أسانيدهم وطرقهم التي تصرح بأن الله سيستبدل العرب بالعجم وسيجعل دينه وسيجعل حقه وسيجعل أولياءه في العجم في الفرس هذا ما هو الكلام هذه الأحاديث موجودة وبوفرة في كتب المخالفين لو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالمصادر وقرأت عليكم النصوص الكثيرة في كتبهم وهذه الرواية تتحدث عن استبدال النجف بقم أنا لا أتحدث عن نجف علي أنا أتحدث عن نجف شيعة علي وإلا فلا يصح الكلام عن نجف علي من أنها سيجري عليها قانون الاستبدال هذا علي فوق القوانين أنا لا أتحدث عن النجف من الجهة العلوية وإنما أتحدث عن النجف من الجهة الشيعية سيكون هناك الاستبدال هذا حديث صادق صلوات الله وسلامه علي ستخل كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قوم قطعا الحديث ليس عن علم أصول الفقه وعلم الكلام وهذا الهراء فهو لم ينقطع عن النجف الحديث عن علم العترة الطاهرة وإلا فهراء الطوسيين موجود في النجف ومن قطع عن النجف منذ أن تأسست هذه الحوزة الطوسية المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وهذا الهراء الطوسي موجود فيها ربما تنتقل الحوزة إلى مدينة أخرى وهي استمرار للحوزة الطوسية لكن ذلك لا يعني أن النجف تخلو بالكامل من الهراء الطوسي يبقى كثيرون في النجف حينما انتقلت الحوزة إلى الحلة مثلا أو انتقلت الحوزة إلى كربلاء أو انتقلت الحوزة إلى سامراء عبر التأريخ في القرون الماضية بقي في النجف من بقي من أصحاب العمائم الكبيرة ومن أصحاب العمائم الصغيرة يستمرون على المنهج نفسه الحديث عن العلم الذي هو علم عند العترة الطاهرة ستأتينا الروايات في الحلقات القادمة من أن علم العترة الطاهرة من قطع أبدا قد يكون منحسرا في زمان الغيبة من قطع علم العترة الطاهرة فهذا يتعارض مع قانون الإمامة من جميع الوجوه وسأقرأ عليكم النصوص من القرآن والنصوص من كلمات العترة المعصومة صلوات الله عليها من أن علمهم لم ينقطع لا في زمان الغيبة الأولى ولا في زمان الغيبة الثانية ولي ينقطع أبدا هذا ما هو كلامي أحاديثهم رواياتهم هي التي تقول وسأعرضها بين أيديكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فهذا العلم الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق ما هو هذا الهراء الذي في النجف وكربلا ولا هو الهراء الذي في الحوزة الطوسية في مدينة قم هذا علم العترة الطاهرة هذا المنهج القمي الذي يمثله زكريا ابن آدم وسعد الأشعري القمي وإبراهيم ابن هاشم القمي وولده علي والكليني وأضرابهم رضوان الله تعالى عليهم وامتداداتهم إلى يومنا هذا هذا هو العلم الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فلا تحدث عن هذا الهراء الطوسي هو موجود في النجف ومن قطع يوما عبر تأريخ النجف الرواية واضحة من أن العلم سينكمش بالكامل وسينتقل إلى قم وحينما نتحدث عن قم لا نتحدث عن الحوزة الطوسية التي هي فرخ صغير من فراخ حوزة النجف ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل إنني أقرأ من بحار الأنوار مؤلفه توفي سنة 1111 وهذه النصوص موجودة في مخطوطات البحار وهو نقلها عن كتاب تعريخ قم مؤلفه كان معاصرا للصدوق الصدوق توفي سنة 381 للهجرة كتبه في البداية باللغة العربية لكن النسخة العربية ليست متوفرة الآن بين أيدينا النسخة المتوفرة هي ترجمتها باللغة الفارسية هذه الأحاديث من أحاديث كتبنا القديمة لا علاقة لها بالسياسة اليوم ولا علاقة لها بالثورة والحكومة والجمهورية الإسلامية في إيران هذه كتبنا القديمة ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل بحسب موازين العترة لا بحسب موازين الحوزة الطوسية القذرة وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين الحديث عن الشيعة وليس عن النصارى ولا عن الهندوس لا يبقى شيعي حتى تصل إليه الحقائق كيف يكون ذلك إنه عصرنا عصر الفضائيات وعصر الإنترنت هكذا تصل الحقائق فلا يبقى مستضعف في الدين المستضعف في الدين هذا مصطلح ديني شرعي عقائدي هو الذي لا يهتدي إلى الدين لأنه لا يميز بين الحق والباطل هذا يعني أن الوسائل التي ستتوفر في العصر الذي تتحدث الرواية عن من أن الوسائل ستكون مبينة لحقائق الدين بأسلوب واضح وصريح وبالأدلة والوثائق الواضحة وبإمكان الجميع أن يصلوا إليها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا أية بشرة هذه أية بشرة وأية فرحة هذه نحن نعيش أيامها نعيش أيامها يا ليتها هكذا تكون كما أفهم النص على الأقل وكما أتمنى أنا ويتمنى غيري من المنتظرين ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال كيف يصل علم الدين وحقيقة الدين إلى المخدرات في الحجال المخدرات في الحجال في بيوتهن وفي غرفهن الخاصة بهن إلا عبر الفضائيات وعبر الإنترنت حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحج الحديث عن المنهج القمي عن منهج العترة الطاهرة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ضلالا الحديث عن الضلالة هنا ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبقى في الأرض حجة فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب عبر هذه الوسائل كيف يفيض العلم من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب هل عبر الكتاب أو عبر الأشخاص لا بد من وجود الوسائل التي تسهل وصول ذلك إلى كل مكان إنها الفضائيات والإنترنت حتى لا يبقى فيفيض العلم منه من مدينة قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض من الشيعة قطعا الكلام عن الشيعة وليس عن غيره حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم ثم يظهر القائم ويصير سببا لنقم لنقمة الله وسخطه على العباد لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل لكن اللقطة واضحة هناك هناك قوم وهناك القميون والأئمة قالوا لنا حينما حدثون عن معنى قوم لماذا سميت هذه البلدة بقوم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله عليه ويقومون معه يقومون معه ماذا نقرأ في غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة إنها طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون رواية المشرقيين دقيق النظر فيها إمامنا الصادق هنا يقول صفحة 216 رقم الحديث الثامن والثلاثون من أن قم سميت بقم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه ماذا يقول حديث المشرقيين إنها رواية أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم حتى يقوم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه يقومون قبله استعدادا وتمهيدا ويقومون معه حينما يكون الظهور فلا يقبلونه حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء فإنها قم أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه الحديث الثالث والأربعون صفحة 217 جاء مرويا عن المعصومين صلوات الله عليهم لو لا القميون لضاع الدين صفحة 218 إنه الحديث الثامن والأربعون حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أن أهل قم مغفور لهم فوثب رجل من أصحاب الإمام وقال يمنى رسول الله هذا خاصة لأهل قم قال نعم ومن يقول بمقالتهم الحديث ليس عن الجغرافيا الحديث هنا عن أهل قم عن المنهج القمي ومن يقول بمقالتهم الكلام الكلام ليس عن الجغرافيا وكل هذا نراه بأعيننا لقد رأينا ورأينا ولازلنا نرى نذهب إلى فاصل بمقالتهم بنو مروان الحديث عن العراق إنه حديث أمير المؤمنين ما هو بحديثي أقرأ عليكم من الجزء الحادي والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة السابعة والثمانين بعد المئتين إنه الحديث التاسع عن إمامنا الرضا عن آبائه عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الكلام قاله أمير المؤمنين حينما كان في العراق حينما كان في الكوفة كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين هذا الكلام في حياة أمير المؤمنين الحسين لم يقتل بعد الحسن الزكي لم يقتل بعد ما قتله معاوية لعنة الله عليه في ذلك الوقت أمير المؤمنين لم يقتل بعد أمير المؤمنين يخبرنا كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وحينما قتل الحسين كانت كربلاء أرضا خالية أتحدث عن المكان الذي قتل فيه سيد الشهداء ليس هناك من قصور ولا من بناء كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وهذا يعني أن قبر الحسين هو الآخر بناء مشيد وإلا فلا تشيد القصور حول خاربة أو حول أرض خالية وهذا تقرير تقرير من أمير المؤمنين لبناء الحرم الحسيني ولتعظيمه لا يتوقع أن تشيد القصور حول خاربة أو حول تراب أو حول أرض خالية لأن الكلام هنا عن الحسين وعن قبره يمكن أن تشيد القصور في كل مكان لكنني أتحدث عن هذه الرواية وحيثياتها فلا يمكن أن تشيد القصور وليس هناك من بناء مشيد لقبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالمحامل المحامل وسائل نقل تخرج من الكوفة باتجاه كربلاء والمحامل هي الوسائل المريحة التي كان ينتقل فيها التجار وتنقل النساء أيضا في هذه المحامل إنها الوسائل النقلية الأفضل في زمن الرواية في زمن هذا الحديث وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ماذا يوجد في هذه المحامل النساء الأطفال وحتى الرجال المرضى والرجال الأثرياء والرجال الوجهاء يركبون المحامل في تلك الأزمن وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام صلوات لا أقول على أمير المؤمنين صلوات على كلمات أمير المؤمنين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق حتى يسار إلى الحسين من الآفاق الحسين إلى الآن ما قتل وليس هناك من قبر ولقد مرت القرون والقرون وما شاهدنا هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إلا في هذه السنوات في زيارة الأربعين بعد زوال حكم البعثيين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق من آفاق العراق ومن آفاق الدول المجاورة ومن آفاق دول العالم الأخرى وذلك متى وذلك عند انقطاع ملك بني مروان حين انقطع ملك بني مروان بمقتل آخر خليفة أموي انه مروان الحمار هكذا يلقب في كتب التأريخ بأنه الحمار مروان الحمار قتله العباسيون هذا المشهد لم يتحقق ذهب الزوار إلى قبر الحسين ولكن ليس من جميع الآفاق ولم تكن هناك قصور مشيد ما جرى في ذلك الزمان كان شيئا محدودا هذا الوصف الذي في الرواية الشريفة لم يتحقق إلا في زمانته لقد زال المروانيون وبعد المروانيين ماذا سيكون الأئمة أخبرون أنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من طبعة نفسها من الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس أدرج ملك بني العباس يعني أن ملك العباسيين يحمل في جوفه أسباب سقوطه هذا لم يتحقق في الحكم العباسي الأول فقد استمر طويلا هذا يتحقق في الحكم العباسي الثاني والقرينة واضحة القرينة واضحة لأننا إذا أردنا أن نكمل الرواية لابد لنار من آذر بيجان لا يقوم لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبد ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا اليماني فاسعوا إليه ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام الحديث عن زمان الظهور ما علاقة الحكم العباسي الأول بظهور إمام زماننا الحكم العباسي الثاني في بغداد هو الذي له علاقة بظهور إمام زماننا لأنه سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة بن الحسن فالإمام يتحدث هنا عن العباسي الثاني إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس وكأنه طوي فهذا الحكم العباسي يحمل أسباب زواله في داخله قطعا سيبقى موجودا إلى زمان السفياني الروايات هكذا أخبرتنا من أن الحكم العباسي الثاني في بغداد سيبقى موجودا إلى زمان السفياني وهذه الموضوعات تحدثت عنها بالتفصيل في برامج السابقة ولا تذهب الليالي والأيام يا أمير المؤمنين لقد ذهبت الليالي والأيام وحق تراب عليك لقد ذهبت الليالي والأيام وأنت تقول حتى يسار إليه من الآفاق وقد سارت الناس إليه من الأفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان لقد زال المروانيون يا أمير المؤمنين لقد زال المروانيون يا أمير المؤمنين تجرعنا ظلمهم ورأينا زوالهم وهاهم العباسيون قد جلسوا في مجالسه هذه أحاديثكم ورواياتكم وكلماتكم تتحقق أمام أعيننا في الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة نفسها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة مية وأربعة عشر إنه الحديث السادس والثلاثون عن إمامنا الرضا عن آبائه عن زين العابدي وسيد الساجدي عن صاحب الدموع الطويلة عن إمامنا الطاهر المطهر علي بن الحسين صلوات الله عليهم جميعا ماذا يقول إمامنا السجاد كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين هذا الكلام يبدو من جو الرواية أنه قد قاله بعد مقتل سيد الشهداء وربما قد قاله حينما رجع إلى زيارة الحسين مع الرؤوس الشريفة في زيارة الأربعين فإن الكلام يتناسب مع هذه المناسبة لأن الجموع التي سارت إلى الحسين بعد ذلك من الآفاق جاءت في يوم الأربعين كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره وحقك يا سجاد العترة لقد شيدت القصور وقد حفت الأسواق بقبر أبيك الحسين كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره وهذا تأكيد على البناء العظيم المشيد على قبر الحسين من إمام معصوم آخر فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليهم من الآفاق قد ساروا إليهم من الآفاق يبنى الحسين الشهيد وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملكهم وانقطع ملكهم نذهب إلى فاصل وما بين العلو الإسرائيلي إلى القميين وانتشار العلم القمي عبر وسائل الانتشار أتحدث عن الشيعة في مختلف بقاع العالم لقد وصلت الحقيقة القمية بأسلوب صريح إلى كل مكان يمكن أن تصل إليه الكلمات واضحة صريحة إلى حركة الناس وسيرهم باتجاه كربلاء إلى حرم الحسين وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملكهم وقام العباسيون وجلسوا على منبرهم على المنبر المرواني وها هي الأيام تترا أتذكر بيتين جميلين لأب العلاء المعري أرى الأيام تفعل كل نكر وما أنا في العجائب مستزيد أرى الأيام تفعل كل نكر وما أنا في العجائب مستزيد أليست قريشكم قتلت حسينا وكان على خلافتكم يزيد هي الدنيا والأيام هي هي وإلى الفتنة الشامية العجيبة فتنة الشام الكبير نرها بأم أعيننا فتلك فلسطين وما يجري فيها ما يجري بين الفلسطينيين العرب أنفسهم التقلبات والفتن التي تجري الآن فيما بين الفلسطينيين أنفسهم ستظهر نتائجها في قادم الأيام وما يجري بين اليهود والعرب الفلسطينيين وما يجري في لبنان وأما الفتنة الكبيرة فإنها في الشام الصغير في سوريا فتنة عجيبة لا تماثلها فتنة في الأرض كل العالم اجتمع في هذه الدولة الصغيرة في هذه البقعة الصغيرة الدول العظمى والدول العربية على اختلاف اتجاهاتها ودول الجوار والأحزاب والمجموعات الإرهابية العرب الأكراد المسلمون غير المسلمين الشيعة السنة كل الاتجاهات أمر غريب إنها الفتنة الشامية المطبقة هي من نتاج الربيع العربي الربيع العربي نشر أشجاره وثماره في كل بلاد العرب ومن ثمار الربيع العربي ما جرى في سوريا في غيبة النعماني إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئتين إنه الحديث الخامس والستون بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمام الباقر صلى الله عليه يا جابر يا جابر يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه الرواية فيها تفصيل عن الكوفة وما يجري فيها لكنني لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة يا جابر يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه لماذا؟ لأن الأحاديث أخبرتنا من أن فتنة الشام كلما هدأت من جانب ثارت من جانب آخر وهذا هو الذي نراه بأم أعيننا لا مخرج من هذه الفتنة لقد حاول الجميع وما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة لقد بذلت الجهود من القاصي والداني من داخل سوريا ومن خارج سوريا ولكن لا نتيجة ظهرت أمام أعيننا هذه الفتنة ستبقى مستديمة ومن رحم هذه الفتنة سيولد السفياني اللعين كل القرائن تشير إلى هذه الحقيقة لكن هذا الأمر متى سيكون هذا أمر يعلمه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه علو إسرائيلي قميون ثورة قمية سياسية وعلم قمي ينتشر في الأوساط الشيعية في كل بقاع العالم لا بد أن تتوفر الوسائل التي تساعد على ذلك وهذا هو عصر الفضائيات وهذا هو عصر الإنترنت هذا هو عصر التقارب حدثتكم في الإرهاصات عن عصر السرعة وعن جنون السرعة وعن السرعة المجنونة ونحن نعيش أيام السرعة المجنونة في كل شيء في كل شيء إلى زوال المروانيين العراقيون من الشيعة ومن الأكراد ممن عذبهم البعثيون كثيرا ما كانوا يتخيلون أن يأتي يوم لا يشاهدون فيه صداما على شاشة التلفزيون وكانوا يتوقعون أنه سيبقى إلى أن يموت وإذا ما مات صدام سيأتي أولاده من بعده ومن بعد أولاده سيأتي أحفاده وتلك حقيقة كل المعطيات كانت تشير إلى هذه النتيجة ولكن التقدير لا بيد صدام ولا بيد الشيعة ولا بيد الأكراد التقدير بيد الحجة بن الحسن لقد جاءت القوات العسكرية من كل مكان من الأمكنة البعيدة ومن الأمكنة القريبة وجاء الأمريكان ولولا الأمريكان لما ذهب صدام إلى مخرأة التأريخ ذهب ذهب المروانيون وجاءنا العباسيون تمر السنون وإذا بالربيع العربي قد خيم على بلاد العرب وهاجة وهاجة العرب في هذا البلد أو في ذاك البلد فكانت الفتنة الشامية المطبقة لازلنا نعيش هذه الأجواء كل هذه الوقائع عايشناها لكن كثرة الأحداث وتواتر الأحداث جعلنا لا نعبأ بالذي يجري حولنا نذهب إلى فاصل يصاحب كل ذلك هيمنة البرنامج الإبليسي لا ننسى نحن في جولة الباطل في دولة إبليس بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الزمان الممتدة من اليوم الذي نزل فيه أبونا آدم إلى الأرض مع أمنا حواء ومع إبليس أيضا نزلوا جميعا إلى الأرض منذ ذلك اليوم وإلى يوم الخلاص إلى يوم ظهور الحجة بن الحسن هذا المقطع الزماني من حياة البشرية وتأريخها يعبر عنه في ثقافة العترة الطاهرة بجولة الباطل ويعبر عنه بدولة إبليس كل الحوادث التي مر ذكرها جرت وتجري وهناك هيمنة للبرنامج للبرنامج الإبليسي وهذه الهيمنة تزداد شيئا فشيئا كلما تقدمنا باتجاه يوم الظهور الشريف هكذا نقرأ في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي هكذا نقرأ في دعاء الزيارة العسكرية الشريفة اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض الفضائيات وسائل الإعلام بكل أشكالها ومن أخطرها السينما الإنترنت المساحة التي لإبليس وجنوده في كل هذا المساحة الأكبر مساحة الحق في الإعلام قليلة جدة وضئيلة جدا وضعيفة جدا وإمكاناتها تكاد تكون معدومة بينما مساحة إبليس في الشأن الديني أو في الشأن الدنيوي مساحة كبيرة جدا هائلة عظيمة وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض دعاته من الإنس قبل دعاته من الجن وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضل عبادك وأفسد دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وأبرز المصاديق هم رجال الدين في كل الديانات المؤسسات الدينية في كل الديانات هي التي تقوم بهذا الدور اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرت واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته إنما يكون هذا بظهور إمام زماننا الدعاء طويل الدعاء طويل لا أريد أن أذهب في كل تفاصيله لأنني سأكون مضطرا لشرح عبائره غير الواضحة وهذا سيأخذ ما بقي من الوقت وعندي الكثير من المطالب إنها إشارة عابرة وومضة خاطفة من أن كل الذي مر ذكره من الوقائع والمجريات في زمان تكون هيمنة البرنامج الإبليسي واضحة شديدة وأدل دليل يدل عليها الإعلام العظيم الواسع المتنوع الذي هو في مقام خدمة إبليس في كل الاتجاهات المختلفة في ظواهر الأمور وبواطنها فيما يرتبط بأمور الدين وما يرتبط بأمور الدنيا في ملبسنا ومطعمنا ومشربنا وفي كل شيء في كل شيء يرتبط بشؤون حياتنا ووجودنا المؤسسات الدينية لكل الأديان إنها المراكز الإبليسية التي تنشر الضلال والفساد بأسلوب ديني مغلف هذه هي الحقيقة من الآخر وماذا بعد في ضوء كل ذلك الاختلاف العالمي الاختلاف في كل مكان وعلى جميع المستويات ولا أريد أن أخوض في التفاصيل لكنني أقرأ من غيبة النعماني من الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والستون حديث طويل سأقرأ منه موطن الحاج عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه من جملة ما قاله إمامنا الباقر لجابر في هذا الحديث الطويل وهو يحدثه عن بعض الوقائع وهي إرهاصات هي إرهاصات من مرحلة الإرهاصات وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرمل وقبل هذه وقبل هذه الواقعة هناك العديد من الوقائع لكنني لا أريد الحديث عنها سأقرأ ما بعد هذه الجملة وسيقبل مارقة الروم الروم هم الأوروبيون هم الغربيون هم الأمريكيون هؤلاء هم الروم هذا المصطلح ينطبق عليهم انطباقا دقيقا فكل هذه الشعوب وكل هذه الأمم تعود في أعرافها وحضاراتها إلى حضارة روما وهذا موضوع مفصل لست بصدد الحديث عنه ثقافة حضارة روما لا زالت تحكم هذه الشعوب إلى هذه اللحظة إلى هذه الثانية التي نعيشها وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة ورملة قد تكون في فلسطين وقد تكون في دول أخرى فهذا العنوان الرملة يوجد في العديد من البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة يا جابر إنها من سني مرحلة الإرهاصات ولكن في آخر فترتها لأن العلائمة الحتمية قد شارفت على الظهور فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب أرض الشام وقد خربت أرض الشام ثم بعد هذه التفاصيل ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتلون فيقتله السفياني ومن تبعه ثم يقتل الأصهب ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق ما هي همة اليماني كذلك وهمة الخراساني لأن العراق مركز الحدث لا أريد أن أقرأ الرواية وما ذكرت من التفاصيل الكثيرة إنما أردت أن أأخذ هذه اللقطة وهي تتحدث عن خراب الشام وعن الاختلاف في كل مكان هذه رواية من الروايات وحديث من الأحاديث الأئمة أخبرونا أيضا وهذا حديث طويل عن الباخر أيضا صلوات الله وسلامه عليه الحديث يبدأ في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين إنه الحديث الثالث عشر عن أبي بصير عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة منه الإمام يقول لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة هذه الزلازل الزلازل مادية إنها زلازل الأرض وهي هي الزلازل المعنوية لأن الكلام جاء في سياق الخوف والفتنة الروايات حدثتنا عن كثرة الزلازل الأرضية أيضا لكن الحديث عن الزلازل هنا حديث عن زلازل القلوب وزلازل النفوس لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك الروايات حدثتنا عن نوعين من الطاعون طاعون أبيض الأوبئة والأمراض وطاعون أحمر إنها الحروب والدماء لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس في كل مكان وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا وأكل بعضهم بعضا أكلا معنويا ليس الحديث عن أن الناس يأكلون بعضهم بعضا بأسنانهم وإنما هو كلب الناس حينما تتساقط القيم لا تبقى للقيم من قيمة حينما تتلاشى الآداب شيئا فشيئا تبقى الآداب والأخلاق بروتوكولات في بعض المناسبات وهذا هو الذي يجري في واقعنا اليوم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكلي بعضهم بعضا فخروجه خروج القائم صلوات الله عليه إذا خرج فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا إنها حالة الكآبة العالمية والتي بدأت تضرب أطنابها في كل أطراف الأرض ألسنا نعيش على الأقل أتحدث عن نفسي وعن الذين أعرفهم نحن نعيش في هذه البلدان المتقدمة البلدان المتطورة هنا في أوروبا إذا أردنا أن نتفحص الواقع في أوروبا لا أتحدث عن نفسي وعن أمثالي إنما أتحدث عن الأوروبيين أنفسهم وهذا ما هو باستنتاج من عند نفسي هم الذين يتحدثون عن ذلك وهذا الكلام موجود على الشبكة العنكبوتية هناك كآبة عامة تضرب الواقع الأوروبي بل تضرب العالم لأن الناس بدأوا هكذا يعيشون يريدون للزمان أن ينقض يقولون بألسنتهم من أن الحياة فقدت طعمها الأوروبيون هنا في المملكة المتحدة وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي سائر الدول الأوروبية الكبار منهم يقولون من أن عصر المتعة وعصر الراحة ولا يقولون نحن استمتعنا بحياتنا هؤلاء الذين عاشوا زمان الستينات والسبعينات والثمانينات يقولون إن الحياة صارت كئيبة الآن فإن أولادنا وأحفادنا لن يستمتعوا بحياتهم هذا الكلام لا يقوله شخص واحد ولا يتحدث به بسطاء الناس هذا كلام الكبار هذا كلام أهل الفكر هذا كلام أهل السياسة هذا كلام المطلعين على الواقع الذي يعاش في العالم الغربي وفي سائر البلدان الأخرى الكآبة العالمية بدأت تضرب أطنابها في جميع أطراف الأرض لا يقف الأمر عند هذا الحد هذه البدايات هذه البدايات هذه بدايات البدايات الروايات تتحدث عن كآبة مميتة عن كآبة قاتلة عن قنوط عن قنوط هذا القنوط يمثل أعلى درجات الكآبة وأعلى درجات البؤس النفسي فخروجه خروج القائم إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا فيا طوب فيا طوب لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن نواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه إذا خرج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد ومرت الإشارة إلى الكتاب الجديد في الروايات التي تلوتها عليكم في الحلقة الماضية من أن الكتاب الجديد يقدمه محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لإمام زماننا إذا خرج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد لأن العرب نواصب ولهذا السبب حدث الاستبدال بالأعاجم بالفرس وكما قلت لكم قبل قليل من أن أحاديث الاستبدال وفيرة في كتب المخالفين كي تكون حجة عليهم وفيرة وكثيرة جدا اذهبوا إلى فاصل التيه الشيعي الواضح والواضح جدا ونحن نعيشه الآن هذا التيه بدأ بشكل رسمي وقطعي منذ أن أسس أطوسي حوزته اللعينة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ويتضاعف يوما بعد يوم وكلما ذهبت مرجعية طوسية بترية بضلالها وانطوت صفحتها بموت مرجعها تأتينا مرجعية جديدة طوسية بترية لعينة بضلال أكثر وهذا هو الذي عايشناه ولامسناه عن قرب في زماننا أو حينما نتفحص تأريخ المرجعية الشيعية عبر القرون الماضية هذا هو الكافي الجزء الثامن للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان خطبة خطبها أمير المؤمنين بالمدينة إنني أقرأ عليكم من الصفحة الثامنة والخمسين الخطبة تبدأ في الصفحة السابعة والخمسين إنها الخطبة المراقمة بالرقم بالرقم الثاني والعشرين الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال خطب أمير المؤمنين بالمدينة بالمدينة المنورة قبل أن يذهب إلى العراق يتحدث عن شيعته لا يتحدث عن سائر الناس فيقول ووأسفا يتحدث عن مستقبل شيعته وليس عن الأيام التي كان يتحدث فيها في الأيام التي كان يتحدث فيها كان عدد الشيعة قليلا وقليلا وقليلا جدا لكنه يتحدث عن قادم الأيام ووأسفا 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 من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم في أيامه كانوا صالحين قليلين ووأسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا وقد عايشنا هذا على الأقل في العراق ما بعد الفين وثلاث ميلادي عايشنا القتل الدموي الذي كان يجري بين الصدريين وبين الحكيميين العراقيون العراقيون عايشوا كيف السفكت دماء الذين يقولون نحن شيعة فيما بينهم والقبور والقبور في العراق التي كتبت عليها أرقام من دون أسماء هؤلاء هؤلاء شيعة قتلوا بأسلحة شيعية الدماء سفكت ما بين الصدريين والحكيميين وجرت جرت هذه الدماء على أرض العراق في المدن الشيعية ووأسفا هذا لا يعني أن الأمر سيكون مقتصرا على هذا الذي ذكرته إنما ذكرت مثالا وإذا أردت أن أعود إلى التأريخ فهناك الكثير من الأمثلة في التأريخ الشيعي والأيام القادمة هي الأخرى مثقلة بهذا الأحاديث أخبرتنا ووأسفا ووأسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا هؤلاء هم هؤلاء هم الذين يصفهم أمير المؤمنين لا زال الأمير يتحدث عن شيعته الذين يقتل بعضهم بعضا المتشتتة غدا عن الأصل سيتفرقون عن إمام زمانهم وهذا هو الحاصل كل مجموعة أخذت عجلا من العجول ونصبته إماما هذا هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه الآن أمير المؤمنين يتحدث عن هذا الواقع الذي نعيشه المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع أينما مال الغصن مال معه وكأن دريد بن الصم يتحدث عن هؤلاء وإن كان يقول هذا في الجاهلية أنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي المتشتتة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم آخذ بغصن أينما مال الغصن مال معه إلى أن يقول أمير المؤمنين ولعمري 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 ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بن إسرائيل الإمام هنا يقسم فيقول ولعمري ثم يستعمل لام التوكيد ويستعمل كذلك نون التوكيد المثقلة ولعمري هذا قسم ليضاعفن لا متوكيد معنون التوكيد المثقلة ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بن إسرائيل والإمام يتحدث عن زماننا عن زمان الغيبة لأن الإمام يستمر في قوله فيقول وقرب الوعد وانقضت المدة وبدى لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق كل هذا من علائم ظهور إمام زماننا الحديث عن زمان الغيبة الطويلة في هذه الغيبة سيضاعف التيه سيضاعف التيه الشيعي أضعاف ما تاهت بن إسرائيل وما هذا بغريب ونحن نقرأ في غيبة النعماني صفحة 213 إنه الحديث التاسع بسنده بسند النعماني عن عميرة بنت نفيل قالت سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول لا يكون الأمر الذي تنتظرونه يخاطب الشيعة لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض وهذا هو الذي نفعله الآن أنا شيعي أبرأ من شيعة آخرين وهم وهم يبرؤون مني وهكذا لا يكون الأمر لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويدفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا وهذا ما أقوم به أنا ويقوم به غيري هذا هو واقعنا فقلت له عميرة بنت نفيل تقول للحسين صلوات الله وسلامه عليه ما في ذلك الزمان من خير فقال الحسين الخير كله في ذلك الزمان لماذا هل الخير في أن يلعن بعضنا بعضا قطعا الخير ليس في هذا سيد الشهداء يقصد شيئا آخر فقال الحسين صلوات الله عليه الخير كله في ذلك الزمان ما هو الخير يا أبا عبد الله يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله نحن في الزمان القريب أنا لا أتحدث عن عدد قليل من السنين فأنا لا أعتقد بها الأمر موكول إلى إمام زماننا لكنني أتحدث عن هذه الحقائق والوقائع التي وردتنا عن أئمتنا وأقرأ عليكم من كتبنا الأصلية الأصيلة القديمة الصحيحة التي نقطع من أنها تجتمل على أحاديثهم وكلامهم صلوات الله عليه عميرة بن تنفيل تقول سمعت الحسين بن علي يقول لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويدفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا فقلت له ما في ذلك الزمان من خير فقال الحسين صلوات الله عليه الخير كله في ذلك الزمان يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله من أين يأتينا هذا البلاء البلاء يأتينا كما يبين لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقلا عن أمير المؤمنين نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وعلى صادق العترة الطاهرة وعلى كل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه يسمون به يقال هؤلاء مسلمون وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى عامرة في بنائها مشكلتنا من هنا تأتي فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود مشكلتنا مع هؤلاء ومن هؤلاء فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا